حابة أخذ من حضرتك لأن احنا بنهتم قوي بكمان بالمرأة ونجاح المرأة وخصوصاً إنه فيما يبدو إنه المرأة نكحة قوي في فكرة رئيسة التلفزيون كسيرات يعني رئيسة التلفزيون ده صحيح فعلا فخليني دايماً إحنا بنشوف إنه المرأة النكحة مدعومة من أسرة بتصدقها وبتدعمها خلينا ناخد منك فكرة عن دعم الأسرة سواء الأسرة صابقاً الأب والأم العيلة أو الزوج والأولاد فيما بعد والله أنا طبعاً أتمنى دايماً إنه في أي أسرة لازم يكون فيه دور للأم والأب للتنين مع الأولاد في غاية الأهمية ما عرفش ليه في الأجيال الجديدة دلوقتي صحيح الوظائف بقت بتطول أوي في وقتها كان زمان الشغل قليل لمواعيد يعني يا دوب بيرجعوا البيت بدري لا دلوقتي طبعاً الحقيقة فيه يعني مجهود جامد بيحصل في الرجالة وشغلهم وكده الستة عندها قدرة أكتر من يعني ممكن تشتغل وممكن ترجع تشوف الأولاد وتقعد تتذكر لهم طبعاً كويس هو اللي حيروح يشتغل ست أو رجل اللي مرتب هو أقل يقعد في البيت بالضبط ويقعد بالضبط كده بس ده كان زمان طبعاً إنما أنا بشوف الحقيقة إنه لازم يكون فيه تعاون يعني الأب برضو بأي طريقة ولما يبقعد مع الأم والولاد دي حاجة جميلة ولازم ويعلموا في أولادهم طبعاً يستثمروا فيهم بالتأكيد طبعاً سؤالي الأخير لحضرتك لأنه للأسف وقتنا خلص يعني هو سؤال نسائي بحت أترضى سر الشياكة والرقي في الزي بتاع الأستاذة سوزان حسن هل يطرى بيرجع للأم يعني المصممة اللي قدمت حاجات كتيرة ها ها الحقيقة أمي أمي كانت ست مثالية جداً جداً هي طبعاً بصي هي جدي ألباني من ألبانيا جي هنا عنده ست سنين وعاشوا وعاشوا في الشرقية وأمي بقى البنت الكبيرة كانت الحقيقة موهوبة جداً كانت بتبقى نفسها تروح وتبقى دكتورة برضو وكلام من ده لكن طلع ما ينفعش لأن هي مش قادرة تنزل من الشرقية للقاهرة لكن جدي نصحها أنها تروح في الحاجات الترزية والفن وكده وهي فعلاً بتعمل كل حاجة الفزات بتعمل الفزات وبتعمل بدوم وبعدين في الآخر بقى كل ما تمشي بينا أولاً هي كمان كانت مهتمة جداً تلات ولاد تلاتة جابت تلاتة وخلاص فبقت تنزل بينا فيقولولها أنت جاي أنت لبس لولادك دول جايباً منين قلت لهم أنا اللي بعمله طب ما تعملي وتدينا يعني ليه تحرمي وعملت المحلاج وتعريتك وعملت المحلاج وتعريتك أه أه الحقيقة أنا الحقيقة بشكر حريك جداً واتشرفت جداً بلقاء حضرتك وأتمنى أن احنا نكون يعني كنا خفافة عليك لا جداً جداً وأنا مبسوطة جداً والستوديو رائي وهادي وما هوش يعني فرقعة مريح للأفضل مشفر حريك جداً تشرفنا بوجودك معنا أشكرك يا شهيرة متشكراً متشكراً مشاهدينك العادة الوقت معكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها لكن وقتنا خلص بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم الحد الجاي